بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين قد تحدثنا في اللقاء الماضي في سلسلة القبوريين من علماء السلف أو القبوريون إذا أردنا الحكاية من أئمة السلف وقد تحدثنا عن الإمام أحمد وكنا قد تحدثنا في بداية السلسلة أن لا نراعي الترتيب الزماني لأني أتحدث من الذاكرة فلم أقم بعملية مسح تام للعلماء الذين قاموا بالتبرك والتوسل والاستغاثة بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أو بأولياء الله الصالحين لأن هذا يطول جدا الوهابيون الذين كفروا وحكموا بالشرك تبعا لشيخ إسلامهم الحصر والوحيد ابن تيمية على كل من يتبرك بقبور الصالحين وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإمام أحمد وهو يجيز ذلك صراحة في حق قبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام الآن مع قبوري آخر من أئمة السلف وأعمدة الحديث الوهابيون يذكرون أقواله ويروون الأحاديث عنه صححه ابن حبان ضعفه ابن حبان قال ابن حبان في الثقات قال كذا وكذا في المجروحين قال كذا وكذا لننظر الآن مع هذا القبوري الآخر من أئمة السلف رضي الله عنه ألا وهو ابن حبان محمد ابن حبان ابن أحمد أبي حاتم التميمي البستي المتوفى سنة 354 يجوز هكذا لأن العطف بالواو لا يقتضي إلا الجمع أما إذا كنت تقرأ أمامك فتقرأ من اليمين إلى اليسار فتقول 54 و300 هذه فائدة أما إذا كنت تكلم فتكلم كما تشاء لأن العطف بالواو لمطلق الجمع فتقول 354 أو تقول 54 و300 حتى لا يخطي أن يحد لا بد أن ننبه على كل شيء موالا جمهورنا ما شاء الله من الوهابية فهم جاهزون لتكفيرنا فضل تصيد الأقطال بسيطة ماذا قال هذا ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا رضي الله عنه يقول ومات علي بن موسى الرضا يعني في المرة الماضية ذكرنا أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عن الصالحين والأولياء تمام يعني أحمد يجيز القبورية في حق الأنبياء أو حق النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت ظاهريا الآن هذا ابن حبان قال في ترجمة علي بن موسى الرضا علي بن موسى الرضا من أئمة البيت الكرام العظام من أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفاد أحفاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن موسى الرضا بطوس يقول مات بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة من سنة ثلاث ومئتين ثلاث ومئتين وقبره بسناباذ خارج النوقان هكذا أمام العبارات إذا كان فيه خطأ بالعبارة ولا كذا والوهابية يتصيدون علي هكذا ضبط الكلمة كلمة عجمية بضمن وهي مفتوحة وبعكس ذلك الآن سيجدون كنزا عظيما في الرد على هذا آه إذن وقبره مشهور يزار بجانب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرا يعني لما أنا أزور شاه نقشباند أو أزور مثلا سيدنا بيوبغان صالي في اسطنبول أو أزور أيول من أولياء الله الصالحين مرارا يعني لهذا ليس شركا أمر عادي يسير قل الزيارة بسيطة قد زرته مرارا كثيرا وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتت الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين الآن عبدالقادر حسين صاشيعي شيء جديد هذا موضع جديد وهو علي بن موسى الرضا هذا ابن آل البيت وهذا يعظم أنا يعظم تراب آل البيت إذا كان هذا الذي يعجبك أنا يعظم تراب آل البيت ولتمت بغيظك إن كان رفض الحب آل محمدي فليشهد الثقلان أن يرافضي لكني أبرأ إلى الله تعالى من الرافضة الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين ولكن أحب تراب آل البيت هكذا لماذا؟ يقول تغلوا الديار بأهلها وترخص أمروا على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارة انظروا يستدل بأقوال المجانين أنا حتى أعطيك أمثلة على المحاكمة العقلية عند الوهابية لا يا بابا هذا اسم الشعر والشعر هذا مثل يقال يتمثل به ليس استدلالا الاستدلال من الكتاب والسنة والدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ليس دليلا ولكن هذا بيان لأن السلسلة هذه ليس استدلالات أدلة وكذل لا 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 هذه لها مقام آخر في السلسل الأخرى هذه فقط لبيان القبوريين من أئمة السلف إذن سيدنا هذا ابن حبان ماذا يقول زرته مرارا كثيرا وما حلت بشدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا يعني لو ذهبنا إلى قبر وليمنا ولياء الله الصالحين وقلنا اللهم يا رب اغضي حاجتنا وفرجك الكربتنا هذا شرك أكبر يخرج من الملة عند الوهابية لماذا تتبرك في هذا المكان وتدعو الله في كل مكان لا ما دعو الله في كل مكان يا أخي لكن الله له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ما هو الدليل على أنه من الخواص هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدليل على أن الدعاء عند قبره يجاب التجربة يقول ابن حبان وقد جربته وهذا شيء جربته مرارا ما استعرى تصرف العبارة لأنه سيكون تدليس وكذب وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك اللهم رزقنا اللهم رزقنا زيارة سيدنا على الرضا حتى ندعو بدعاء الصالحين هؤلاء الكبار هناك في ذلك المكان وندعو الله في كل مكان يا أخي والله في كل لحظة ولا ندعو الله تعالى أن يصلح الوهابية وأن يجذب إلينا عقلاءهم عقلاء الوهابية الذين يفكرون في كلام السلف والأئمة أسأل الله أن يعيدهم جميعا إلينا كما كان أجدادهم لأن الذكي لا بد أن يكون جده ذكية وأيضا تتداركهم عناية الله تعالى بآبائهم وأجدادهم الصالحين ذبحهم الوهابية وكفروهم وقالوا عبد الله والعزة باش تلاقي الله والعزة وهبل ومنات الثالثة الأخرى تلاقي دعا الله تعالى عند قبر ولي من أولياء أو زار النبي من الأنبياء هذا هو الكفر عند الوهابية طيب يا جماعة هذا واحد من أئمة القبورين في المرة الماضية قلنا أحمد بن حنبل فلا يحل لك أن تقول أخرجه أحمد رواه أحمد وفيه مستهد أحمد لأن أحمد صار قبورية الآن كذلك يحرم عليك أن تقول أخرجه ابن حبان وفيه صحيح ابن حبان ووثقه ابن حبان لأن ابن حبان صار من القبوريين الذين يتبركون بالقبور ويدعون الله تعالى عندها وسترى الكثير الكثير فقد تابعنا في هذه السلسلة لتفاجأ ولتعلم أن الوهابية قد خدعوك خدعة عظيمة جدا وأنهم غرروا بك وجعلوك تعتقد ما ليس شركا تجعله شركا وافتروا عليك وجعلوا كلام ابن تيمية بديلا عن كلام أئمة الإسلام قاطبة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتركوا في القناة